يتخوف سكان حي 342 مسكن بقرية سيدم عمر ببلدية عين الحجر بسعيدة من الكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي المتدلية بداخل مسكنهم وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم التغطية لمحمد عمراني نعانو مع هذا الكابلي كما اشتو بعينيكم واحد دخله بالدار واحد طايع عليه بوتو ورانا نخاف ورانا كي جنو وجي سوالت سمعه قاعي زنزن قاضية نهار منهارات قاضية ديناماس وهذا ضغط عالي ماش حاجة سهلة قدمي 200 بان ولا اللي تنجمت دي جوكتير تحبطه وله هذا ضغط عالي ورانا نعانو ورانا نعانو ورانا العايدات قاعه هنا شوفوا في هذا الخيط هذا من اللي اعطاونا البلانات هذا قولنا نقلعوه ما قلعوه انا شحام شحران من العام مدومي كيس انا قاعدين كيما هاك خطرة جيشي بنية تنشر الكسواء دائما هذ خيط فينا رانا في خاطر قاع كبير رانا في شحام من عام هنا كيما هاك كل من مدير تع سوناقاس البلدية المير هذو قاع على بالهم هذا الخيط رانا في شحام من ساكان كيما هاك مش غيراني احنا من عطاونا قطعة الارض هذي كان كاين الكابل هذا مشينا لهم شحام خطرة قالوا لنا قالوا لنا ابنوا وضوقوا احنا ينجوا نقلعوه هذي مدة ست سنين احتوا هد ما عود طلع لنا نائب رئيس بلدية عين الحجر اكد ان مشكلة الكوابل قد رفع الى سلطات المعنية حيث سيتم التكفل بانشغالات سكان الحي احنا هذا الانشغال احنا رفعناه الجهات المعنية وكان رئيس بلدية شخصيا اكتب عليه ورسل عليه وخرج حتى المدير تع المؤسسة وشافه المدير سابق والحد اللي ارى نستنى في اللا يخرجوا يشوفوا يقلعوه ننتمنوا من المؤسسة المعنية ان شاء الله باذن الله يخرجوا في اقرب الاجال ويقلعوا علينا هذا المشكل هذا المشكل رغم ارق ساكينة ورغم توشي حوالي عشر عائلات ورغم نسرها على التبنية ورغم ارقها رغم حبسهم نجموش كلا بولادة باي طلع يبني الفوكين اشتركوا في القناة